اشتركوا في القناة اخواني اخواتي في الله نحييكم بتحية الاسلام في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعا وإياكم نحيا في حديث الفجر في قناة الفجر ومع الموسم السادس بإذن الله في قصة آية نعم نتكلم في آيات الله نحيا بمعناها وتفسيرها ونعيش في ظلالها عل وعسى أن تصل إلى قلوبنا فتحيا قلوبنا أم على قلوب أكفالها يقول الله عز وجل بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسدين وأنفقوا في سبيل الله وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ هذه الآية سبحان الله فهمها كثير من الناس فهما مغلوطا وكثيرا ما تقال في غير موضعها ولا في غير مكانها فعندما كان الصحابة رضو الله عليهم في حربهم مع الروم قال وكان عدد جيش المسلمين قليل وعدد جيش الروم كان كثيرا فكان الصحابة رضو الله عليهم ينظرون ويقولون هل نتقدم ونستشهد في سبيل الله جميعنا أم نتأخر على الله عز وجل أن يجعل لنا فرجا ومخرجا فما كان من أحد الصحابة رضو الله عليهم إلا أن قال لابد لنا أن نقتحم الأعداء فجهز نفسه وأخذ سيفه وأخذ وهم بالخروج إلى جيش الروم فالصحابة رضو الله عليهم قالوا قالوا له يا هذا التقلا عز وجل ألم تسمع قول الله عز وجل الذي يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك فقام أبو أيوب الأنصاري رحمه الله ورضي الله عز وجل عنه وارضا قال أيها المسلمون والله ما هكذا قيلت ولا على هذا أنزلت قالوا على أي كانت قال رضي الله عنه وارضا إنها نزلت فينا معاشر الأنصار نعم نزلت فينا معاشر الأنصار عندما كنا في جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلنا فيها الأموال والأنفس من أجل الله عز وجل وبعد ذلك عندما الآن ألعز الله عز وجل الإسلام وكثر ناصره فما كان منا إلا أن قلنا الحمد لله قد أعز الله عز وجل الإسلام وانتشر بفضل الله عز وجل فلماذا الآن نبذل أموالنا وننفقها في ذلك يعني الآن الحمد لله الأمر تمام الأمور كويسة خلص بكف يعني فسبحان الله العظيم فإذا بالله عز وجل ينزل هذه الآيات تربية للصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقال لهم إيش مالوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي أيها الصحابة الكرام إن أنتم تقاعصتم على الإنفاق في سبيل الله من أجل الجهاد في سبيل الله فإن هذا سيكون مهلكة لكم في الدنيا والآخرة فما عليكم إلا أن تبقوا على ذلك حتى تأتيكم المنية نعم لابد لكم أن تبذل الغالي والرخيص من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ولا تقول انتشر الإسلام تقاعصنا لا إنما يجب أن تربوا أنفسكم على التضحية والبدل في سبيل الله عز وجل من أجل ذلك عندما قال الله عز وجل والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ثم قدم المال على النفس لأن المال عند ذلك سيكون أعز على النفس من النفس سبحان الله العظيم فعند ذلك الله عز وجل بيّن لهم فضل الإنفاق في سبيل الله وأثر الإنفاق في سبيل الله وسمى الإنفاق في سبيل الله هو نوع من أنواع الجهاد سبحان الله العظيم من أجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى إذن أخي الكريم أخت الكريمة لنعلم فضل الإنفاق في سبيل الله ونحن في شهر الإنفاق في شهر الخير الله عز وجل قال وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إخواني أخواتي يقول الله عز وجل قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم إذن إخواني الكرام إذن لنعلم ونتأمل عندما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انظر إخي الكريم هذه الحبة ماذا تعني لك حبة قمح صغيرة الآن لو أحد أطناقل أخذ الحبة شو بيساوي برميها لأن شو تعمل حبة قمح لا بتعمل طحين ولا بتخش في ماكنة لكن الله عز وجل أراد أن يبين لنا ولو كان قليلا انظر إلى هذا الأثر قال هذه الحبة لو ألقيتها في الأرض فإنها ستنبت سبع سنابل وكل سنبلة من هذه السنابل سيحمل مئة حبة إذن هذه الحبة كم ستعطينا سبع مائة حبة اتخيل إخواني الكرام السبع مائة لو أخذناها وألقيناها مرة أخرى في التراب كل حبة ستؤتينا بسبع مائة فإذا كانت سبع مائة حبة انظر إلى كم العدد الكبير وذلك الأثر الكبير لتلك الحبة الواحدة إذن من أجل ذلك لا تبخل على نفسك بحبة لا تبخل على نفسك بشكل وينما كان يكون في مجال الإنفاق في سبيل الله مجال الخير ابذل ما استطعت إلى ذلك سبيلا إحنا الآن في موسم الخير إخواني الكرام لنتفقد بعضنا البعض وانظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء إذن تذكر الأيتام تذكر الأرامل تذكر المحتاجين إخواني الكرام نحن نعيش في كرب وفي أزمة تذكر أيضا أولئك المصابين في الكورونا الذين هم يجلسون في بيوتهم في حجرهم تجد الأسرة بكاملها مصابة بهذا البلاء وهذا الوباء من أجل ذلك سبحان الله العظيم لنتفقد هذه العائلات نعم اتصل بهم ولو تلفونيا قال تبسمك في وجه أخيك صدقة أيضا تفقدهم ضع لهم الطعام على الباب تفقدهم ضع الآن كل أنواع الوقاية ثم اترك عليهم الباب وناولهم ما فيه حاجتهم التي يريدونها يا الله ما أجمل ذلك الأثر عندما يحيى في نفسنا ونحيى في هذه الأيام العظيمة رأينا مواقف عظيمة أخواني الكرام من أناس بفضل الله عز وجل يتفقدون أمهات الأسرة جزاهم الله خيرا تجد هذا الشاب موقف عظيم والله هذا الشاب الذي يذهب إلى أم ذلك الأسير وإلى أم ذلك الرجل الذي يعمل في إسرائيل وقد غاب عن أمه لأكثر من شهر حتى يأتي بلقمة العيش يتفقدها ويأخذر حاجتها يا الله ما أجمل هذا الترابط أن يكون بيننا أهالي الأسرة أهالي المعتقلين هؤلاء ناس قد ضحوا من أجل هذا الوطن الغالي نعم وشهداؤنا وأولئك الأيتام تفقد الجيران إخواني الكرام لا تبخل على نفسك بذلك تلك الصدقة انظر ماذا قال الله عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة من ذاك الذي سيقرض الله عز وجل هذا القرض يا الله هل الله عز وجل بحاجة إلى مال لا لكن تخيل لو أن إنسان قلت له دايني عشرة شواكل أو مثلا ميت شاكل ثم قال لك تفضل قلت له تفضل وإذا به يعطيك بدل الميت شاكل الآن مليون دينار الله أكبر بتقول له يا رجل شو هذا أنا ميت شاكل لكن الله عز وجل ماذا قال قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة سبحانك ربي سبحانك ما أكرمك يا رب ثم قال الله عز وجل قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هل نصدق كلام الله إخواني الكرام لا ينقص مانا من صدقة نعم إذن لتروض نفسك على البذل والعطاء من أجل الله عز وجل لتروض نفسك على التضحية من أجل الله في بدل المال لأنك إن تقاصر فإنك إن تركت هذا الأمر فإنك ستؤدي نفسك إلى المهلكة نعم عند ذلك سيقول الله عز وجل كما قال الله عز وجل في كتاب العزيز ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذن متى ستكون التهلكة عندما تتقاعص عن أمر بدل الخير من أجل الله عز وجل إذن إخواني الكرام نحن نعيش في هذه الأيام الفضيلة أيام رمضان المبارك الذي فيها تربية للنفس وفيها تضحية وفيها جهاد وإن من أعظم هذا الجهاد نعم ألا وهو الإنفاق في سبيل الله انظر إخواني الكرام إذا كان الأجر يتضاعف في رمضان نعم فالفريضة بسبعين فيما سواها وأجر النافلة بأجر الفريضة إذن تذكر وتخيل أن نفضل إنفاق في سبيل الله سيضاعفه الله عز وجل في رمضان أضعافا مضاعفة إخواني الكرام آن الأوان لأن نحيا مع بعضنا البعض لأن نفكر ببعضنا البعض وأن نبذل نبذل الغالي والرخيص من أجل الله سبحانه وتعالى قدم ما ستطعب ألا تحب أباك ألا تحب أمك تلك التي ماتت أو مات أباك ألا تتفقده بصدقة صدقة من أجل الله عز وجل حتى يفرح بها أباك في قبره نعم تفرج به ما هو به من أم نعم تهون عليه الحساب توسع عليه قبره أخي الكريم اعمل طعاما ووزعه عن روح والدك نعم قدم للفقراء والمساكين يا الله رأينا نماذج رائعة من أصحاب الخضروات أو كذا يا شيخ إذا فيه حد الآن محتاج ودينا ناس محتاجين الآن نحن نقدم لهم قدر المسطع ما يحتاجون من الخضروات وكذلك الحامل للحوم لو كل واحد صاحب الآن بقالي أو صاحب الآن خضرة أو صاحب الآن لحام أو غيره الآن يجعل في كل يوم أنا في عندي خمسين شكل هذولا كل يوم بشهر رمضان بيجيني أي فقير هذول الآن إش مالين هذولا صدق بإذن الله عز وجل يا الله عند ذلك والله سيبارك لك في مالك وسيبارك لك في رزقك وسيبارك لك في بقالتك ودك ومحلك بإذن الله عز وجل وسيعمل خير عليك بإذن الله إخواني الكرام نعم لنروض نفوسنا في الحب من أجل الله وطاعة الله سبحانه وتعالى أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الشهر شهر خير وعطاء وبركة ورحمة إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته